السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو PP13 الفيديو رقم 13 من سلسلات Power Pivot او الجزء التاني من مقدمة Power BI المرة اللي فاتت اخدنا الجزء الاول في فيديو PP12 والنهاردة بنكمل اللي عملناه المرة اللي فاتت وهيكون تركزنا على المخططات التفاعلية المرة اللي فاتت عملنا النهاردة بقى هنشوف شوية Interactive Charts ونشوف ازاي بيشتغل مع بعض وازاي ممكن نعمل داشبورد عن طريق المخططات التفاعلية اول حاجة هنتكلم عليها مراجعة سريعة للجزء الاول بعد كده هنشوف استخدام متغيرات داخل معادلات داكس حاجة اسمها var وreturn دول اتنين كي وورد var دي اختصار variable وreturn دول بيشتغلوا مع بعض ازاي ممكن استخدمهم جوة معادلات داكس وحنشوف كمان ايه استخداماتهم وحنستخدمهم النهاردة علشان كمان نعمل مجموعة من الماجرز الماجرز دي فيها تغير السنوي للمبيعات وللكميات المباعة وكمان لمتوسط الاسعار بعد كده هنشوف ازاي ممكن نبدأ بقى نشتغل على الفيجولز او المخططات او التشارتز هنشوف ازاي ممكن نعمل حاجة اسمها multi row card هنشوف ازاي ممكن نعمله تنسيق وكمان نعمل هيدر او عنوان للتقرير او للداشبورد ككل بعد كده هنشوف ازاي ممكن نضيف سليسر ونعمله تنسيق وبعد كده هناخد شوية مخططات شوية تشارتز حاجة اسمها clustered bar زي موجودة في الاكسل بالزبط كمان الدونت شارت وحاجة اسمها الفيلد ماب الحاجات دي كلها موجودة في الاكسل او يعني حاجات مشابهة لها موجودة في الاكسل ولكن طبعا مش بنفس الصورة التفاعلية اللي هنشوفها مع بعض النهاردة النهاردة هنشوف مع بعض اربع دوال داكس في خلال الفيديو طبعا في الفقرة اللي هامل فيها الماجرز اول واحدة اللي هي calculate استخدمناها قبل كده كتير كمان same period last year استخدمناها مع دوال الوقت الزكية او ضمن دوال الوقت الزكية divide استخدمناها كتير جدا بس هيكون فيه دالة جديدة اسمها data table ودي لازمتها انها ممكن تنشئ جدول جديد خدنا واحدة شباهها المرة اللي فاتت اللي هي calendar auto دي برضو ممكن انشئ بها table جوا بعض البيانات وحنشوفها واحنا شغالين بتشتغل ازاي تعالوا بسرعة نفتكر مع بعض اللي عملناه في الجزء الاول احنا في نهاية الفيديو وصلنا للشكل ده هو عبارة عن pivot table بتكلم عن المبيعات وزي ما انت شايف عندي مجموعة من slicer بتحكم في pivot table slicer مثلا للسنوات وكمان للشهور اقدر اشغاله للشهور او للسنوات ويختارنا مثلا هنا شهر جون فهنا كل table بتكلم عن شهر جون كمان مختارين region من slicer تاني ومختارين channel معينة فاتذة slicers دول بيتحكمولي في الشكل الموجود او في البيانات الموجودة داخل pivot table وكنا حاطين كمان اتنين كاردز عشان نشوف اول date واخر date انا مختاره او شغال عليه طيب عملنا الكلام ده ازاي تعالى نفتكر مع بعض بسرعة تعالى نفتح الpower query لو رحت على queries من home queries transform data هيفتح لك الpower query editor بتاع الpower bi احنا من الexcel جبنا اربع جداول اول جدول كان جدول channel ما هو الا code channel وكمان اسم channel وانه يعتبر جدول البحث فيه جدول البحث تاني بتاع الـ product موجود فيه code product واسمه واسم الكاتيجوري والسعر كمان فيه region ده جدول البحث اخر ما فيهوش الا الكود بتاع الريجن واسم الريجن واهم جدول هو جدول السيلز وده موجود فيه الاكواد كلها كود الـ product والشانل والريجن والسيجمنت وكمان الـ date وكمان هتلاقي فيه الـ quantity والـ discount عشان نقدر نستخدمهم مع الـ price اللي موجود في الـ product table علشان نقدر نحسب السيلز وده زي ما اتفقنا هو جدول المعملات او الـ fact table او الـ transaction table بعد كده عملنا close and apply طبعا انا عملنا كلام ده ازاي واشتغلنا بالكلام ده على الـ power query ممكن ترجع للفيديو وحتجل اللينك بتاعه موجود فوق الشاشة دلوقتي بعد كده عملنا close and apply طبعا انا هنا مش فيش ديتا جديدة فممكن بس اقول له close و لو روحت على الـ data view هتلاقي عندي اربع جداول اكتشوري خمس جداول لاننا عملنا جدول جديد اسمه calendar استخدمنا فيه calendar auto وشوفنا ازاي بتشتغل وشوفنا ازاي بنضيف فيلد جديدة مش بس الفيلد بتاع الـ date ونقضي اجرام view لو روحت هتلاقي الـ star schema بتاعتنا نوجود في النص جدول المعاملات ومربوط به اربع جداول بحث calendar والchannel والproduct والregion مربوطين بعلاقة one two mini والعلاقة one two mini دايما جاية من جدول البحث الجانب اللي فيه one وادي الاستركة جاية في جانب جدول المعاملات عشان تعبر عن الميني side بتاع الـ relationship دي وبعد كده وصلنا للـ pivot table وشوفنا ازاي ممكن يتعامل عايزين بقى نكمل النهاردة ونعمل الـ dash board طب شكله ايه الـ dash board ده تعال نروح على الفايل التاني ده الـ dash board قديني اهو ادي الشكل القديم اهو موجود الـ pivot table كمان ادي الصفحة الجديدة وموجود فيها الـ dash board موجود فيها عنوان موجود فيها 3 كروت وموجود فيها slicer وعندي هنا اول chart ده بيسموه cluster chart وحتلاقيه بيعرض المبيعات متأسمة بالـ category وبعد كده عندي قيمة البيع لكل تشانل لكل حتة من الدونت وفيها نسبة البيع اللي اتحقق وحتجي كمان خريطة والخريطة دي موجود فيها الكميات المباعة وقيمة المبيعات اللي موجودة في كل الـ region فمسلا لو قفت على محافظة الجيزة هتجي بيانات كلها موجودة في حاجة اسمها tooltip اللي هي الشاشة السوداء الصغيرة اللي موجودة قدامك دي فيها الـ region total sales at the casa sales year of year او النمو السنوي كان قد ايه total quantity والـ quantity year of year او النمو السنوي وطبعا دي هتطلب ان نضيف بعض الميجرز وحنشوف هنضيفها مع بعض ازاي وطبعا ديش بورده تفاعلي يعني لو اخترت الجيزة من الخريطة هتلاقي تقرير كله تحول الى الجيزة فحتلقي حتى الكاردز اللي فوق كلها بصة على ارقام الجيزة وهتلاقي مثلا ادي الكاتيجري زي هي ادي البايكس بقى زي فيه حتة شيدد او غمقه ودي اللي فيها القيمة بتاعة الجيزة والباقي بيعبر عن اجمالي الكاتيجري لسنة 2019 فلو قفت عليها كده هيقولك الكاتيجري اسم بايكس total sales فيها كان 4.700.000 بس الهيلايتد اللي هو في الحالة دي الجيزة 832.000 بس والتغير السنوي مينوس 1.7% وهكذا ممكن ارجع عشير الفلتر ده واعمل فلتر تاني عن طريق الدونات شارت فمسلا اختار من هنا الريتيل ففي الحالة دي هنا هيبقى بس بين الريتيل اللي هو 3 مليون اتنين مليون وهتلاقي تقسيمتهم بالكاتيجري موجودة هنا وهتلاقي كل الخريطة بقتبصة على الكميات اللي اتباعت والمبيعات اللي موجودة بس في الشانل اللي اسمها ريتيل ونفس الكلام الكاردز كلها هتتكلم على الريتيل كمان فيه خاصية انا اعمل دريل داون يعني لو قفت هنا ممكن اشيل الفلتر ده حاليا ومسلا انا عايز اعمل دريل داون بالمنتجات انا هنا عندي البايكس هاشوف بقى جوه الكاتيجري بايكس ده موجود ايه دبل كليك عليها جاب لك ادي اربع منتجات داخل الكاتيجري اللي اسمه بايك موجود كارجو بايك ومونتن بايك وتورينج بايك ورود بايكس ونفس الكلام متقسم بالتقسيم اللي حاك شايفها ولو غيرت طبعا من السليسر هقدر كمان اغير السنوات بالشكل اللي انا عايزه فتعالا بقى يلا مع بعض نشوف الكلام ده كله ممكن يتعامل ازاي تعالا يلا بقى نبدأ نشتغل على طول بس اول حاجة اعايز اعملها قبل ما ابدأ بقى اعمل الفيشوز والكلام ده ان انا اشوف ايه الميشوز اللي محتاجها لو تفتك المرة اللي فاتت جوا تيبل الاول سيلز عملنا 6 او 5 ميجورز افرش بايس وده هنستخدمه توتل كونتي هنستخدمه و توتل سيلز ودول اللي احنا بس استخدمناهم في المثال المرة اللي فاتت ملهمش استخدام جوا الديش بورد او الريبورت جديد انا محتاج كمان معاهم 3 ميجورز جدا واحد يجيبلي تغير الافرش بايس يعني عايز زي ده بس التغير السنوي وعايز واحد كمان يبص على القوانتي ويجيب لي تغيره السنوي واحد كمان يبص على التوتل سيلز ويجيب لي التغير السنوي طيب قبل ما ابدأ اعمل كده فيه برضو جود براكتس ممكن اعمله ان انا ممكن احط اعمل تيبل مخصوص اسميه measures table وحط فيه كل المجرس بتاعتي عشان ده المفروض فاكت تيبل اسمه all sales انا مش محتاج ان هو يكون موجود عندي في الفيل لست فممكن اعمل تيبل مخصوص اسميه measures table طبعا عشان اعمل كده محتاج بس اي تيبل يعني يكون فيه اي حاجه ممكن اعمل كده عن طريق الpower query في حاجة اسمها enter data يعني ممكن اقلتو create new table وابدأ ادخل على طول ايه data او ممكن عن طريق داكس انشئ table عن طريق داكس وده انا عايز اقول لكم النهاردة يبقى فرصة اتعلمنا حاجة جديدة من معادلات الداكس عشان اعمل كده ممكن اروح على طول على data view ومن data view هلقي حاجة اسمها calculations اختار new table وابدأ انشئ تيبل جديد التابل دا ممكن ادي له اسم وليكن مثلا measures table عشان هيكون جواه الماجرز وطبعا لازم استخدم جواه معادلة داكس وده اللي هنستخدمها مع بعض اللي هي معادلة data table فتعال اقوى حاجة ادي الاسم هسميه measures table وبعد كده equal وبعد كده ابدأ اكتب المعادلة اسمها data table طب ايه data table دي بقوله انشئ لي جدول بحدد له الاعمدة وبحدد له الديتا لجوه الصفوف طبعا اي جدول عبارة عن اعمدة وكمان عبارة عن صفوف الصف اسمه record والعمود اللي هو الفيلد فبتعاله اول حاجة محتاج مني اسم اول فيلد هوا كتاب لك name one فعايز اسم الفيلد اولاني تعالي ادي له مثلا هسميه name وعايز type بتاعه فمحتاج احط type للكولوم ده type في الحالة دي طبعا name هحطيه احتيه اسامي فليكن مثلا string string ده يعني text لما ادي له data type string معناها ان ده text وبعد كده كاما طبعا فيه عمود تاني اه فيه عمود تاني طبعا بنقصين اهو يعني optional بس فيه عمود تاني وليكن مثلا السلاري طبعا خد بالك انا مش هستخدم اي حاجة خالص انا بس عايزة وريك بالمرة ازاي ممكن تستخدم data table فحسميه مثلا سلاري طبعا هحط السلاري في مكان ما يبقى دي ممكن تكون يا اما currency يا اما مثلا integer فتعالا للبساطة نختار ايه integer يعني رقم صحيح طبعا ممكن يكون double او حاجة زي كده ولكن خلينا نختار الانتجر فكده بقى عندي عمودين عرفت عمودين واحد اسمه نيم سلاري اول واحد بتاعه string والتاني ارقام صحيحة او انتجر طيب كاما باكام ممكن ندخل data عشان ندخل data هدخل data في صورة صفوف كل صف محتاج نوعي من البيانات يعني محتاج في كل صف اديله اسم وقدامه سلاري بتاعه طيب عشان اعمل الكلام ده محتاج احطاه فيه syntax معين هستخدم curly bracket يبقى انا كده لما احط curly bracket الفونكشن دي هتفهم هنا بداية الديتا طيب خد بالك كلما يجب علي افتح curly bracket ده هعمل واحد كبير يعني اثنين قصات بعض افتحه وقفله بس جواهم كل صف هيبقى برضه جوا curly bracket فحاجة كده في النص افتح curly bracket كمان وقل له احط فيه بيانات الصف الاول فالصف الاول يحتاج فيه name فبين double code هحط اي اسم وليكن مثلا عمر وهي اقفلها تاني وبعد كده كما ومساري بتاعه مثلا الف يبقى انا كده خلصت اول record يبقى انا كده خلصت اهو بين two brackets الداخليين دول كده اول صف بعد كده كما ابدأ املى الصف التاني ممكن املى عدد لانهائي من الصفوف فبرضه هفتح curly bracket وحط اسم تاني وليكن مثلا احمد ونفس الكلام كما وحط له بقى سهر بتاعه وليكن 1500 و اقفل curly bracket يبقى انا كده ادي الصف الاول اهو و ادي الصف التاني طبعا انا كده خلصت مش عايز غصفين بس يبقى ممكن بعد كده اقفل curly bracket الكبير واقفل القوس بتاع معادلة او الفنكشن اللي اسمها data table و اعمل عامة الصح و تعال بقى اشوف شكل ال table اللي هو الدهولك ادي اهو ادي name وساري اول واحد عمر الف و بعد كده احمد 1500 فالكده انشأت table بالطريق دي ممكن تنشئ عن طريق الفنكشن دي اي معلومات انت محتاجها لو انت ما عندكش لها source او محتاج انت تعمل table بشكل سريع من جوه طبعا انا مش هستخدم ده اي حاجة ده مجرد مثال ولكن اللي ممكن اعمله دلوقتي ان ارجع تاني او اروح حتى على table اللي اسمه sales وابدأ اختار الماجر اول واحد اسمه average price و لما اختاره هتروح بقى فوق في الماجر tools هتلاقي اسم الماجر وتحتيه ال home table الحالة دي هو all sales انا ممكن ساعتها بقى اختار ايه measures table يبقى انا كده بس كل استخدام measures table ده هحط فيه كل الماجرز طبعا هعمل كده مع بقية الماجرز كده بقى وانا واقف على report view زي ما انت شايف بقى عندي table اسمه measures table متحتي كل الماجرز انا عملتها وكمان add two columns انا كنت اعملهم المساري طبعا انا مش محتاجهم خالص فممكن اعملهم hide لو اختارت اول واحدة كده ودست على الرمز ده بتاع ال hide يبقى كده هي حيخفيهم من report view ونفس الكلام بالنسبة ل salary وبالتالي بقى عندي زي ما انت شايف measures table وموجود بس تحتي كل measures فده اسهل بعد كده وانت حرك بتعمل report بتاعك انك تختار ال fields او تختار measures اللي انت عايزها من جوة measures table طبعا خبالك لو انت محتاج تقسمهم ممكن categories مثلا حاجات للاعب quantity حاجات للاعب sales يعني ممكن تعمل اكتر من measures table مثلا تقولي sales measures table quantity measures table whatever طيب تعالا بقى نزود measures اللي نقصانة وقبل ما نشتغل عليها محتاجين نفهم كده concept سريع موضوع ال variable زي ما ممكن اعرف variable جوة ال power bi خد بالك موضوع ال variable ده موجود في power pivot كمان في ال excel وموجود طبعا في داكس بتاع ال power bi هو بيعتمد على حاجة صريفة جدا انت فيه keyword اسمها var var دي اختصار طبعا كلمة variable وال var ده ما هو انك بتعرف اسم اسم متغير معين ماشي كده بتكتب كلمة var وبعد كده بتدي اسم الاسم ده انت بتدي الاسم اللي انت عايزه وبعد كده تستخدم علامة يساوي وتبدأ تكتب expression او معادلة وانس انا كتبت كده كأنك عرفت ال dax ان الاسم ده بقى بيمثل المعادلة دي ممكن تعمل variable واثنين وثلاثة واربعة زي ما انت عايز وممكن تستخدم variable جوة variable ولكن بشرط الترتيب يعني لازم الاول تعرف ال variable وبعد كده تستخدم تستخدمه جوة variable تاني بعد ان ما بخلص ممكن اعمل return بعد ان ما بخلص كل ال variables واعمل كل انا محتاجه بابدأ احط function اللي هتخرج في النتيجة النهائية بعد كلمة return او ما هكتب return ال dax هيفهي من انا هتطلع النتيجة النهائية ممكن تكون معادلة وممكن تكون على فكرة مهاش ضعب variable زي ما ممكن هيسمح لي ان انا استخدم يعني ممكن في الاخرى اقوله return one ده هتطلع علي رقم one او return كلمة عمر او return اي حاجة هيقبالها منك وهتبقى شغالة بشكل هيل طب ايه هي استخداماتها وليه ممكن استخدم كلمة variable خد بالك هي احد اهم استخداماتها ان هي بتبسط الكود وبتخليه يتقري بشكل احسن ساعات ال function كبيرة جدا كمان لما تكون هتستخدم نفس ال expression اكتر من مرة يعني هعمل formula والformula دي هستخدمها اكتر من مرة فبالتالي احسن حل ان انا اعرفها عن طريق variable بدل ما كل مرة اكتب المعادلة بالكامل هحط بس اسم ال variable هيعوض عن المعادلة دي وهيسهل الكود وهيخلي قراءته بشكل احسن كتير والحاجة الاخيرة قبل ما نروح نشتغل ان الاسم ده هيكون local جوه الماجر ده بس يعني انت لو سميت هنا مثلا last year revenue مثلا وده هنستخدمه دلوقتي الاسم ده ممكن استخدمه اكتر من مرة مفيش مشكلة مش هحصل لخبطة لان ال variable ده مش هيشتغل بالاسم ده الا جوه نفس الماجر ما نفعش اخده واطلع به اشتغل جوه ماجر تاني اول variable اللي محتاج احسبه اللي محتاج احسب السيلز year over year فتعال نشوف ازاي ممكن اعمل year over year للسيلز لو تفتكروا استخدمنا الكلام ده زمان عن طريق الفنكشن اسمها same period last year وكنا بنحطها جوه الفنكشن اسمها calculate وكان طبعا موجود في معادلات الوقت الزكية اعتقد في فيديو pp04 وكان ممتد عندي كذا جزء 4 و5 و6 لو انا فاكر صح كلها بتتكلم على معادلات الوقت الزكية ممكن ترجع لهم لكن تعال وقت نستخدم الفنكشن اسمها calculate مع same period last year وندخل معها موضوع الvariable فعشان اعمل كده ممكن اخترع طول measures table واعمل right click واقول له new measure وده طبعا احد الطرق اللي بتخيريني على طول ابدأ اكتب function او ابدأ اكتب measure بشكل سهل ال default كتاب لي كلمة measure تعال انا عايز اسمي ده sales year over year سأكتب كلمة sales وبعدين y o y و space و equal تعالى نبدأ نكتب الفنكشن مع بعض طيب اول حاجة تعالى نبدأ كده مبدئيا ان انا اروح اجيب المبيعات انا عايز اجيب بس المبيعات بتاعت السنة اللي فاتت الهدف ان انا اجيب مبيعات year over year او نسبة التغير من سنة الاخرى هعمل كده ازاي ان انا هجيب المبيعات السنة ده و اقسمها على مبيعات السنة اللي فاتت minus one او اخذ التغير بينهم السنة دي من السنة اللي فاتت و اقسمه على السنة اللي فاتت في باول خطوة محتاج اجيب مبيعات السنة اللي فاتت عشان اعمل كده هستخدم ال function اللي اسمها calculate و محتاجة expression او ممكن احط جواها measure في الحالة دي احط الماجر اسمه total sales عشان احط measure هفتح square bracket هيديني كل الماجرز الموجودة هختار total sales و بعد كده اعمل كاما و محتاج مني filter الفلتر ده هوا هيكون function اسمها same period last year او ما هكتب same الاختيار الاولاني same period last year محتاجة مني dates ال dates موجودة في ال calendar table هبدأ اكتب كلمة calendar و لازم اديله القرم بتاع date يبقى انا كده بقول له انا محتاج مبيعات السنة اللي فاتت same period last year و لو سمحت اعملي evaluation للماجر اللي اسمه total sales جوه calculate بشرط ان هو يكون مبيعات السنة اللي فاتت ممكن اقفل القوز بتاع calculate و لو عملت علامة صح يبقى انا كده اجبت مبيعات السنة اللي فاتت و ممكن اتفرج على الماجر ده بشكل سهل جدا ان انا اختار pivot table و ادي الماجر الجديد بتاعي هختار sales year over year هو الوقتي حاليا ما فيوش وليه 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 حاجة هو مجرد دي مبيعات السنة اللي فاتت و لو عملت check لو اختارت مثلا تعال نختار مثلا سنة 2016 هتلاقي 2016 فاضية لكن افتكر 28000 دي بتاعي الاكسيسوريز بتاعي 2016 لان ما هروح على 2017 هتلاقيها موجودة هنا اهم 28477 يبقى انت كده شغال معاك بشكل هايل الخطوة التانية انا محتاج اجيب مبيعات السنة واعمل لها minus مبيعات السنة اللي فاتت تعال نرجع تاني نختار sales year over year ونروح على formula bar و تعال قبل الكالكليت دي وابدأ احط مبيعات السنة دي هفتح ثاني square bracket عشان احط مبيعات السنة دي اللي هي total sales واعمل minus واعمل علامة الصح فكده هيبقى sales over year ده بعد المكان جايب لي السنة اللي فاتت هيبقى جايب لي الفرق ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي فأدي فعلا اهو تحول الى فرق ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي موجود اهو جوه ال pivot table زي ما حدتك شايف طيب فاضل ايه؟ تعال نرجع تاني على نفس المجر احنا بنحاول نبنيه مع بعض خطوة خطوة فاضل بقى ان انا اقسم الكلام ده برضو على السنة اللي فاتت فممكن استخدم معادلة divide فممكن اقفل اول وابدأ اكتب divd و ادي اول حتة محتاجها اللي هي الفرق اللي هو total sales minus السنة اللي فاتت وبعد كده ارجع اقسم على السنة اللي فاتت فهعمل كاما وعايز احط تاني ما بيعت السنة اللي فاتت يبقى انا محتاج نفس الفنكشن دي هيا هي هيا حكرارها كلها بالكامل اللي هي بتاعة calculate لغاية الاخر خالص ctrl c وبعد كاما اعمل ctrl v وبعد كده اقفل القوس بتاع divide كده هجيبلي التغير من سنة الى سنة وممكن برضو استخدم زي ما كنا بنعمل قبل كده نستخدم ال percent علشان يعمل لي ال formatting يكون عبارة عن percent وبعد كده اصغر decimal places كفاية يكون one decimal place ارجع بص على ال pivot table هتلاقي الدنيا ماشية معك بشكل كويس جدا ادي النسب المئوية بقى ظهرت قدامي والتغير من سنة الى سنة اتحسب بشكل هايل ولكن مشكلتي دلوقتي زي ما قلتلك ان انا اضطريت اكتب نفس المعادلة مرتين طبعا كده شغالة مفيش فيها مشكلة خالص ولكن تعال احنا بقى نجرب نعملها بالطريقة المختلفة طريقة variable اقف بعد الايكونا مع طول ودوس ALT مع ENTER فانزل كده صفحة كده سطر وممكن استخدام الاثنين دول مع بعض الاثنين سلاش دول مع بعض فده معناه ان الكول اللي بعد كده ولا حاجة حتى هتلاقي كده بها لك بعد كده بالاخضر يعني كإني بقول لك ما تاخدش اي حاجة من الحاجات دي الكود بتاعي لا تضمن هذه المعادلات خالص عشان ابدأ اكتب الفونكشن بتاعتي من اول وجديد طب هعمل كده ازاي قلنا هستخدم الكيوورد اللي اسمها variable هكتب VAR اول ما كتبتها عملها بالازرق معناه كان نوافهم حاجة اسمها variable الفاريبل بتاعي اعديله اسم الاسم ده هسميه last year sales واخد بالك ده برضو لون ازرق كده ولكن مختلف شوان ازرق التاني يبقى كان يقول لو سمحت عرف لي variable اسمه last year sales بعد كده space و equal وممكن بقى اخد كالكليت اللي احنا كنا عملها دي مع بعض اهي نفس الكالكليت دي هارجع اخدها ctrl c بتاعت same period last year و ctrl v فانا كده اقولت له وحضرك لو سمحت بقى عندي variable اسمه last year sales تمام وبعد كده اعمل alt enter طبعا في حالة دي انا بفضل احط كل variable في سطر عشان بقى فاهم ده بيعمل ايه بالزبط الحالة دي كمان هعمل variable تاني بس ما راضي هسميه هقوله last year difference مثلا او الفرق عن الثاني اللي فاتت وحبدأ اقوله equal وده ما هو الا total sales الحتة دي اهي اهي ادي المجر اسمه total sales ctrl c هاخده زي ما هو و ctrl v وبعد كده minus اطرح منه مين اطرح منه last year sales ده الـ variable اللي قابله يبقى انا كده استخدمت الـ variable القديم جوه الـ variable الجديد مفيش مشكلة خالص يبقى اول حاجة قلت له عايز variable اسمه last year sales حسبت فيه last year sales وقلت له عايز variable تاني اسمه last year difference وحسبته ده عبارة عن مبيعات السنة دي هكتبالك برضه بالأزرق عايز ارجع ايه؟ عايز ارترن معادلة divide في الحالة دي divide عايز اقسم ايه على ايه؟ انا عايز last year difference اقسمهولي على last year sales خد بالك طبعا انت لما بتكتب اسم الـ variable بيبقى فاهم انت عامل ايه بالزبط وبعد كده اقفل معادلة return وراك شايفو ده حيرجعنا بالزبط نفس اللي احنا عملناه في الكود ده صحيح احنا موفرناش يمكن موفرناش في حجم الكود ولكن بقى اصبح اقرار بشكل احسن وما بقيتش مضطر اعيد معادلة كالكويت اكتر من مرة ممكن دلوقتي بقى نعمل علامة الصح ونصغر الفومولا بار وتعالى بص نفس النتيجة هي هي ما تغيرتش قدرت توصل للتغير السنوي عن طريق استخدام variable return مع الـ functions التي هي calculate and divide ونبدأ نعمل الداشبورد نحن داخل الداشبورد موجود في كل الميشورد قمنا بعمل الـ and count ونضع نعم ونضع نعم في الـ pivot table ونبص على شكله ما يعمل الداشبورد الجديد نبدأ في صفحة جديدة كما نعمل في الـ Power Point او في الـ Excel سوف ادخل صفحة بيضة اول شيء اديها اسم دابل كليك وسميها مثلا سيلز داش بورد ودوس على انتر خد بالك الاكس دي ممكن ادلة الصفحة على خالص وممكن اضيف صفحات زي ما انا عايز ملهاش عدد او ملهاش لمت اول شيء محتاج اعمل هيدر او عنوان هروح على انسرت وهي هتلاقي حركة على طول من انسرت حاجة اسمها تكست بوكس ممكن اختار تكست بوكس وهي على طول عمل لك تكست بوكس وهو ما ادلك على طول شكل ستاندرد كده وادلك هنا شبه الموجودة في الاكسل او موجودة في ال باور بوينت وانت بتكتب التكست بوكس فممكن ابدأ اكتب هنا والعنوان مثلا نسميه تريبل اي بايكس نقطتين مثلا ونكتب سيلز ريبورد كده خلاص كده انا عايزه طبعا الفونت صغير اوي فممكن اسيلكت ودي الفونت اهو ممكن اختار مثلا حاجة زي فونت مثلا ستة وتلاتين او حتى اربعين وكمان اخليها بولد وممكن اختار الفونت اغير الفونت انا عايزه ولكن مفيش مشكلة خلان نستخدم الستاندرد وممكن كمان اعملها سنترد وكده خلاص ممكن ابدأ بقى اعمل ريسايز هتلاقي هنا حراك زي ما انت شايف كده من الطرف ده في زي شارطة كده لو شدت من عندها تبدأ تخليه بعرض الصفحة كلها بالكامل استعال نرجع نبص كده على الريبورت وعملين الخلفية باللون الرمادي نعمل نفس الكلام هنا هنسميه annual sales report وعشان اعمل الخلفية بالرمادي مفيش مشكلة مش موجودة عندي في الكويك بار دي او المينيو السريع الموجودة هنا ولكن طبعا لو روحت على المنطقة بتاعت فورمات تكست بوكس دي فممكن اختار ال background ال background معمولة on اي موجودة من هنا اختار السهم التحتيها وممكن تختار الكار بتاعها وليكن مثلا تاني رمادي ده او ممكن حتى واحد افتح شوية عشان اكتبين بالاسود فده مثلا الرمادي ده ظريف يبقى انا كده خلاص اعملت اول جزء قدرت اعمل header للريبورت بالشكل الحركة شايفو ده تمام طيب الحاجة التانية محتاج ابدأ احط الكارز نرجع نغش من الريبورت ده محتاج الكارز دي اللي بتوريني total sales والسيلز يوفر يير وكمان quantity ويروفر يير ونفس الكلام ويروفر يير تعالى نبدأ نعملها مع بعض على طول اول معلومة ايضا معلومة موجودة فين ادي الفيلز ايه بتاعتي ادي المجرز تابل ادي السيلز لو انا خدت السيلز دي ورحت كده رميتها في الحكتة الفاضية في الكنفز الفاضي ده هو باي ديفولت هيعمل لك على طول column chart ده الديفولت هرسم لك column chart وحطي لك في total sales لو انت عايز تغير الفيجول وانت مختار ممكن تروح بقى تختار من الفيجوليزيشن ده اللي انت محتاجه احنا قلنا محتاجين المالتي رو كارد وده موجود فين لو قفت كده هنا حضرتك حتى ايه حاجة اسمها مالتي رو كارد لو اخترته عمل لك كارد اهو ادي total sales موجود في كل السنين كتب لك total sales وكتب لك 34 مليون 821 273 فعلا ده رقم total sales بس انا محتاج معلومة كمان معاه اللي هو السيلز year over year خد بالك لروح تحت الفيجول هنا وانت مختاره هتلاقي حاجة اسمها الفيلز اول فيلد اهو حطه لك هنا اسمه total sales محتاج معاه كمان السيلز year over year اهو sales over year ممكن اختاره واعمله drag وانزل احطه تحت total sales فاحطلك هنا السيلز year over year طبعا كده الكارد كبير جدا ممكن مشارطة دي اصغره بالشكل اللي انا عايزه وليكن مثلا احطه في حجم مثلا اد كده نفس الكلام الفونت صغير اوي فانا مختار الكارد هتروح هنا بقى فيه الفيلز جنبها فيه الرولة بتاعت الديهان دي او البينت رول اللي ها شايفها دي لو اخترتها ادي كل التنسيقات اللي ممكن اعملها او الفورماتج اللي ممكن اعمله فانا محتاج مثلا ان انا اغير الحجم بتاع الديتا فانا ادي data label لو اخترتها من هنا وانزلت تحت ادي text size ممكن اكبر بالشكل اللي انا عايزه فكتب لك اهو ادي الارقام كبرت شوية وبعد كده اختار الكاتيجري الكاتيجري المقصود بيه اللابل الموجود تحت لو اخترت الكاتيجري والفونت size وبرده زودته وخليته مثلا 17 تعال انكمل قصة التنسيق اللي احنا عاملها دي عشان بعد كده اخبر منه انا كنت اعمل لو انا فاكر صح اعمل الارقام بالازرق فممكن ارجع تاني على data label واختار الكار بتاعها وممكن اختار ازرق مثلا فكده بقى عندي اهو الارقام بالازرق وبالرمادي موجود القصة دي ممكن بعد كده اعمله border مفيش مشكلة برده انزل تحت شوية حتلاح اسمها border معمولة off اختارها خليها on وبعد كده اختار شكل او الفونت ممكن تختار مثلا color وليكن الرمادي الغامق وممكن لو اخترتها ال radius هتخلي الطروف بتاع ال border دائرية شوية اختار كده حتة الفاضية ادي فعلا اهو ادي الطروف دائرية شوية طيب عشان ما نعودش ناخد وقت طويل تعالى نشوف ال size بتاعها عامل ازاي؟ تعالى نغشه بالزبط من ال report التاني انت لو اخترت هنا مثلا رحت هنا على الرولة او ال paint الرولة الموجود هنا ممكن تاخد ال specs بتاعته بالزبط من general ادي ال position بتاعه 119 وال width 390 وال height 82 ممكن اعمل الكلام ده بالزبط هناك هارجع هنا تاني واروح اختار الرولة دي تاني واروح على general وزي ما اتفقنا 30, 119 width 390 وال height بتاعه 82 يبقى دي بالزبط نفس اللي عملناه هناك بس انا مش محتاج ده الوحده انا محتاج اعمل منه 3 copy فممكن اختار visual ونقف عليه ctrl c وبعد اروح في الحتة الفاضية في اي حتة فاضية في ال report و ctrl v كده اعمل لك نسخة تانية منها بالزبط ممكن بقى اخدها وحطها في النص بالزبط اهو ال alignment مزبط معي 100% طبعا لسه جايب نفس البيانات اللي جوه total sales و sales over year محتاج اغيرهم مفيش مشكلة اختار total sales و year over year وارجع اختار total quantity هذه اول حاجة واختار بعديها quantity year over year فكده اعمل لك الكارد الثاني ctrl v مرة كمان اعمل لك كارد ثالث ممكن بقى احطه في الطرف في اللي اخر خالص نفس الكلام هتلاقي نفس البيانات متكررة فممكن اشيلهم من ال fields وارجع اختار المرة دي ال average price و ال average price year over year فكده بقى عندي عنوان ال report وعندي ال 3 cards لو رجعت هنا هو هتلاقي تقريبا نفس المنظر بالزبط تمكن الفونت هناك اكبر شوية ولكن مفيش مشكلة ادى نفس الغرض تماما طبعا البيانات الموجودة في الكارد دي عبارة عن كل سنين مع بعض انا عندي هنا حوالي خمس سنين جوه الموضل ده فمحتاج بقى حاجة تقدر تميز لي السنين عن بعض عشان اعمل كده محتاج اعمل سليسر طب ازاي اعمل سليسر انا ممكن اروح هنا هوا على واختار القمع ده او الفلتر ده ده بالزبط لو قفت عليها هكتب لي سليسر فلو اختارته هيحطي لي هنا في سليسر في اي حتة فاضية طيب خد بالك طب انا محتاج سليسر لي ايه حاجة معينة اه محتاج في الفيلدز هنا اضيف السنين طب اعمل كده ازاي هروح على الكالندر ويمي الكالندر هختار الير اول حاجة احطها في الفيلدز فهتلاقي سليسر بقى فيه ادي من 2016 وفيه سلايدر هو ده اللي بتختار بيه السنين كده من 2017 ل 2020 وهتلاقي طبعا انت بتختار الدنيا تتغير معك خد بالك انا مش محتاج لسلايدر ده شكله مش ظريف محتاج احولها لشكل تاني وليكن مثلا لست فممكن بالسهم الصغير ده لو اختارته ستلاقي السنوات تحت بعد قدير خمس سنين او من 2016 2020 وهو موجودين في الليستة لو رجعت كده هتلاقي عندي زرائر كده ما عنديش الشكل وهذا اللي هو عبارة عن الليستة فازاي اعمل كده وانا مختار السلايسر هتروح برضو على المكان بتاع الفورمات او التنسيق اللي هي الرولة دي وبعد اختار جنرل تفتح السهم التحت جنرل ستلاقي اسمها الوريينتيشن فيه وفيه هوريزونتل اول ما هتقوله هوريزونتل هيعمل لك شكل الزائر وحاك شايفو ده ادي السنين كلها بتاعت حضارك موجودة ممكن اخد السلايسر ده واحطه تحت الكارد اللي في النص واظبط بتاعه يكون اده بالزبط لو صغرت السلايسر شوية بالشكل ده حاك شايفو ده هتلاقي كده خلاص كلهم بقى على سطر واحد طيب تعال برضو نحاول نتكبر الفونت بتاعه شوية فانا واقف على البراش هروح على الايتمز وحلاقي حاجة اسمها التكست سايز ممكن اكبر عشان تبان شوية ادي هوا 2016 و17 و18 بقيت باينة بشكل مش بطال فيه كمان الهيدر ده انا مش محتاجه شكله طبعا باين هي سنوات مش محتاجه اكتب له ان دي سنوات وانت مختاره وانت برضو واقف على مكان بتاع التنسيق هتلاقي تالت حاجة حاجة اسمها سلايسر هيدر ممكن تعمله اوف فبالتالي خلاص مبقاش عندك سلايسر هيدر و ادي كده خلاص اضفنا سلايسر اعملنا له تنسيق وبعد كده لو اخترت مثلا سنة 2018 هتلاقي حضارك الكيميات اللي موجودة دي بتاع 2018 نفس الكلام هتلاقي السيلز تاع 2018 والأفجر برايس ونفس الكلام اليورو فريير تغير معاك كلما تختار سنة هتتغير معاك وده هيحصل لأي حاجة هنضفها جوه الريبورت اخر حاجة عشان نفس التنسيق اللي موجودة دي بالزبط محتاج كمان احط لها بوردر وانا مختار لسلايسر هروح برضو على المكان بتاع التنسيق وهي هلاقي حاجة اسمها بوردر فممكن اعمل لها ON وهي ممكن هنا افتح واختار اللون اللي انا عايزه وليكن مثلا نفس الرمادي اللي اختارناه المرة اللي فاتت ونفس الكلام الريديس ممكن نختار سبعة او حتى تسعة وبكده بقى عندنا زي حاجة شايف التياتا كاردز ومعانا كمان السلايسر فاضل اخر خطوة ان انا اعمل كمان الفيجولز او التشارتز اللي فضله التفاعلية ويبقى داشبود بتاعنا كده جاهز وخلصان 100% يلا بنا نبدأ الفيجولز اول واحد عايز اعمله عايز احط السيلز ولكن باي كاتيجوري واحطها جوه بارد شارت وانا واقف زي ما قلنا في حتة فاضية خبالك لو انت مختار اي فيجول واختارت حاجة من الفيجولزيشن هيغير الشكل انت عامله فلازم تختار الاول حتة فاضية اهدي الفيجول اسمه كلاسترد بارد شارت اول ما هاختاره هديني عطول بوكس فاضي في الفيجول اهو اداجك بوكس فاضي مفوش اي حاجة خالص عايز بقى ابدأ ام لا احنا قلنا عايزين نجيب التوتل سيلز المنطقة بنا فيها الديتا اهو لو قفت عليها مكتوب فيلز فكان نواقف على فيلز محتاج الاكسز والليجند والفاليو فاول حاجة عايز التوتل سيلز هعطاه على طول في الفاليوز و اول ما هعمل كده خد بالك لسميلك بار واحد و اسميها توتل سيلز اهو و اضع لك بار واحد والبار ده في توتل سيلز خد بالك و اتأثر بالسليسر فعطت لك عشرين عشرين اللي هي سبعة مليون ربعمائة ثلاثين طب انا محتاج كمان الكاتيجري مفيش مشكلة خالص هروح على البروداكت تيبل هاختار منها الكاتيجري وهاخد الكاتيجري و اضعها في الاكسز اول ما هسيب ايدي هتلاقي على طول اتقسم لك زي ما حاجة شايف كده اهو ادي الكاتيجري بتاعتك تلاتة اربعة كاتيجري والعلمان بتاع الفيجول باسمه توتل سيلز باي كاتيجري فما فيش مشكلة خالص ممكن اخده نفس الكلام وحطه هنا او انا اضبط بقى التنسيق او زي الpowerpoint بيضبط لك الدنيا هازبطه بالزبط و انزل بيه تحت الحد اخر الريبورت برضو في حب التنسيق محتاجين نعملهم محتاجين شوية نكبر الفونت اللي مكتوب في الكاتيجري و كمان نظهر الديتا اللي موجودة هنا فمفيش مشكلة هروح على الفرشة بتاعت التنسيقات او ال paint role دي اول حاجة هاختار data labels هقوله on فهيبدأ يحط لي ادي ال data labels وبعد كده لو فتحتها محتاج اكبر الفونت بتاعها شوية فممكن التاسعة دي اكبرها شوية ولتكن مثلا اربعتاشر او خمستاشر فكده بقى عندك data points بينين محتاج كمان ابين الكاتيجري فمفيش مشكلة برضو هاختار ال y axis وهاختار الفونت بتاعه برضو ممكن نكبره وياكم مثلا نخليه 12 فهادي كلمة بايكس وكلمة وكلمة كلوزنج و اكسسيريز و كمبوننز بقيت باينة بشكل افضل نفس الكلام ال y axis عشان الارقام اللي موجودة هنا ممكن خد بالك هي موجودة data labels فمش محتاج الارقام اللي موجودة تحت دي واجي على ال x axis واشيلها خالص فبقى مش محتاج الحتة اللي تحت فبقى عندك اهو ادي total sales و ادي متقسمة by category نفس الكلام لو اخترت الفلتر هتلاقي ال visual بتاعك بيتغير ال sales by category و الظريف بقى كمان لو اخترت هنا مثلا بايكس هتلاقي كمان ان الكاردز كمان بقيت بصة على البايكس اللي حاكم اختارها فقط كمان في حاجة ضريفة جدا ممكن اعملها دلوقتي انا مش بس اعايز الكاتيجري انا عايز كمان يبقى عندي فرصة ابص على المنتجات بتاعت كل الكاتيجري تعالي رجعت لاني نختار visual نفسه وتعالي نروح على الحتة بتاعت ال fields انا بس هنا مختار خد بالك في ال access مختار بس ال categories روحت على ال product table وخدت الفيل بتاع ال product وحتوى تحت ال category ومسيبت ايدي كده او ما شفت العلامة الصفرة فهتلاقي بقى في اللحظة دي هتلاقي هتلاقي بعض الزرائر زادت على فوق الهيدر بشكل فلاي وفي الحالة دي انا ممكن استخدم كذا طريقة لو انت دوست على الزهارين اللي جنب بقى الساهمين اللي تبصين التحت دول دوست عليهم كده التحت هتلاقي ايه هتلاقي خلاص بقى ال visual كله باصص على ال product لغى خلاص ال category وابقى شايف بس ال product وحتى تيتل اتغير بقى سلس باي ايه product لو اختارت الساهم اللي فوق ده هيرجعني تاني على المنظر القديم طب افرد انا محتاج اكسر البايكس بس مش عايز اكسر كل ال product فممكن اختار الساهم اللي واحده خالص لما اختاره هتلاقي بقى فيه دايرة سودة كده حواليه في الحالة دي بقى لو عملت double click على بايكس بص ايه اللي هيحصل هتلاقي كسر البايكس لوحدها بقى cargo bike mountain bike touring bike وهكذا لو عايز اعمل drill up هرجع ادوس فوق طب محتاج اتفرج على ال closing مثلا double click عليها فبقى عندك ال table كله او ال visual كله باصص على ال product بتاعة ال category اللي اسمه closing وهكذا تعال نرجع تاني على ال category مفيش مشكلة التنسيق الوحيد اللي فاضل ان انا ممكن اعمل برضو border عشان نبقى ماشيين بنفس الطريقة وبنفس ال style فكذا تمام بقى عندك ال visual جاهز وشغال معاك interactive بالشكل الحاج شفته لما بغير في حاجة هنا بيغير في ال report كله ولو غيرت في السلايسر برضو بيغير في ال report بالكامل تعال نضيف التشارت التاني المرة دي عايز اجيب sales برضو بس متقسمها by channel وعايز احطها في donut chart وانا مختار برضو مكان فاضي ادي donut chart اهو هروح ال visuals ادي اسمه donut chart هاختاره هيعمل لك عطول visual جديد في اي حتة فاضي اهو في الحتة حتى لو كنت واقف فيها وهي حابدة املاه بنفس الطريقة عايز زي ما قلنا نحط فيه برضو total sales هاخد total sales واروح احطها في values هاملي طبعا ساعتها دايرة واحدة ومكتبه total sales و ادي total الاجمادي الموجود فيها عايز بقى اسمها فهروح اختار من table بتاع channels هاختار channel واروح احطها في legend و اول ما هعمل كده خلاص رسم لك زي ما احراك شايف الشكل احراك شايفه دا محتاج برضو اعمل شوية تنسيقات فاول حاجة مثلا انا مختار visual هروح على المكان بتاع formatting legend ممكن اتحكم فيها ممكن اخلي مكانها وليكن مثلا bottom center فكده ايه كبرت شوية محتاج برضو اكبر labels فبرضو انا مختار مفيش مشكلة خالص هتلاقي حاجة اسمها data labels ممكن اختار الفونت بتاعها هنزل تحت شوية size 9 ممكن اكبرها شوية ونخليها مثلا حاجة زي 13 او 14 تم متناسقة مع بقية الحاجات وزي ما انت شايف رسم لي donut chart متقسم 2 مليون لو افتح هنا هتلاقي دا ال whole sale وال legend موجودة هو whole sale ونسبتهم من total واحدتين في المية ونفس الكلام لو اخترت هنا مثلا ال whole sale هتلاقي الكاردز بتاعتك 2019 whole sale وحتى زي ما انت شايف total sales by category chart بقى كمان هو منديلك حتة shaded هايلايتد هايلايتد كده بيقولك لو قفت هوا اللي يفتح السوداء او التولتيب بتقولك ايه الكاتيجري بايكس وتوتل سيلز 4700 بس هايلايتد اللي هو في الحالة دي يخص العبارة عن مليون وستمية فقط ولو حبيت اشيل السيلاكشن بس هعمل كليك عليها مرة تانية فباشيل السيلاكشن وبيرجع report باصص على التوتل بتاع ساعة 2019 اللي انا مختارها من السليسر فاضل في التنسيق ان انا ممكن اكبر الفونت ده برضو شوية بتاع اللجند هارجع تاني على اللجند وهنزل تحت شوية تكست عشرة ممكن اكبره شوية وليكن مثلا اتناشر برضو عايز اضيف بوردر عشان دي بقى ماشينا على نفس الشكل بالزبط احنا عملنا في كل حاجة فهروح على بوردر واقول له on وبعد كده اختار السهم الجنب بوردر واختار نفس الكلر الرمادي ونفس الكلام هختار الريديس يبقى حوالي تسعة فكده حضرتك الدنيا ماشي معايا بشكل هايل فاضلي اخر حاجة ان انا ارسم الخريطة عشان بقى خلصت الريبورد بتاعي اخد بالك فيه خريطين لو قفت على واحدة اسمها ماب انا عايز اللي جنبها اسمها فيلد ماب برضو انا مختار اي حتة فاضية هاختار فيلد ماب وتعالى بقى نحط نفس الكلام نملة الخنات او نملة الفيلد فالمراضي عايز بقى total quantity فهاختار total quantity وساعتها بقى احطها فين ما عنديش مكان خالص غير ان احطها في حاجة اسمها tool tips تعالى نتكلم عن طول tips فهاختارها بقى مبدئيا وكتاب لك انا total quantity فهم انا احطى total quantity ولكن احطى خليط العالم كله طبعا ده ما يصحش انا احطى الريجن بتاعتي فهاختار من الريجن وهاختار الحاجة اسمها region وهاختارها في location field ولكن ما اعملش حاجة يعني ما حصلش اي تعديل في اي حاجة وده طبعا حاجة مش نطيفة ارجع تاني على المثال احطى خليط مصر احطى خليط مصر ووراني المحافظات ليه ما فهمش لاني محتاج افهمه ان ده geografical data اعمل كده ازاي مفيش مشكلة وانت مختار region اختار الكلوم ده وروح على حاجة اسمها column tools لما اختار column tools لازم تفتح المينو عشان تبقى تكسباند المينو هتلاقي ان data category uncategorized يعني هنا مش فاهم ان ده region مش فاهم ان ده geografical data خد بالك هنا اسمي محافظات لو رجعت على data view وتعالى نبص اسامي cities a طنطا وكايرو والكزاندريا فهي محافظات على اسامي مدن فما فيش مشكلة لو عملت ال drop down ممكن تختار حاجة اسمها state or province فما فيش مشكلة دلوقتي تعالى ارجع تاني على report view ويزي ما حراك شايف كده رسم لي الخريطة بشكل حراك شايف طب ايه حكاية ال tool tips ليه انا حطيت value او quantity لان الخريطة مش هتظهر لي حاجة مفيش حال تظهر لي حاجة الا لو عملت هوفر على المكان خد بالك او رسم الخريطة والاماكن اللي فيها data اعملها بالازرق لو عملت هوفر على اي حاجة من زرق ويقال لك ده ال region وقال لك ده كمان ايه موجود فيها ال quantity لهو 53000 وهكذا ونفس الكلام ده بيتأثر بكل الفلاتر وهو نفسه الخريطة ممكن تعمل filtration لبقية ال report فلو دوست مثلا على الجيزة هتلاقي نفس الكلام حصل filter هنا وحصل filter هنا وحصل filter كمان لل cards ممكن اريموف الفلتر طب افد عايز معلومات تانية هنا total quantity بس لا ممكن اضيف كمان total sales مفيش مشكلة هعمل ايه؟ هروح على fields وادي المجرز هاختار total sales وحطها تحت total quantity مفيش مشكلة خالصة دلوقتي بقى لو انا نحط على tooltip دي واختارت واختارت هوفر كده هتلاقي total quantity و total sales ممكن كمان احط ال sales year over year مفيش مشكلة وادي ال quantity year over year احطها تحت ال quantity فمفيش مشاكل لو قفت هنا بقى قال لك الجيزة وقال لك ال quantity وقال لك الدنيا كلها والبيانات كلها موجودة طبعا الهيدر كده تخن قوي بقى يعني كبير قوي وهنا وضح ان دي خريطة وبتاع فمش محتاج الهيدر ده خالص في حاجة فبرده انا من هنا ممكن اختار titles وقوله off وممكن برده نعمل نفس البوردر اللي عملناه في بقية الحاجات فحقوله البوردر ده خليه on وهختار البوردر color ممكن اختار برده نفس الرمادي اللي استخدمناه و radius زي ما اتفقنا هنخليه تسعة عشان نوحد نفس الشكل اللي اشتغلناه في كل حاجة فكده الخريطة جاهزة طيب اخر حاجة قبل ما اقولك ان احنا كده خلصنا الشغلانة بالكامل عشان بقى عملنا بالزبط زي ما عملنا في الريبورد الثاني التولتيب دي شغاله في كل حاجة يعني انت لو قفت هنا حضرتك انت بيكتب لك كلام دي برده اسمها تولتيب فتعال اختار مثلا الكاتيجري وتعالى بعد كده نروح على حتة بتاعة الفيلدز وهتلاقي برده هنا حاجة اسمها تولتيبس هو هنا automatic عشان هنا الفيلد جاب لك بياناته عشان ده موجود انا اريد ان اختاره وحطه في الفاليوز في حاجة اسمها values فالتولتيب اشتغلت على الفاليوز لكن انا ممكن اضيف معلومات اخرى فممكن اخد السيلزيروفرير احطها في التولتيب يبقى انا لما اقف هنا هيكتب لك ادي سيلزيروفرير صحيحة مش باينة في التشارت بس لما اعمل هوفر هتبانلي في التولتيب وطبعا دي ميزة ظريفة انت ممكن تضيف معلومات ما تعملش زحمة للريبورد بس لو قفت هتشوف معلومات اضافية ممكن بقى ازود كمان ياديا سيدي ايه وحط لي كمان الأفرش برايس ييروفرير حطها لي تحت خالص وكده لو قفت بقى هنا ادي معلومات كاملة هوق الكاتيجري وتوتل سيلز ويروفرير بتاع السيلز ومتوسط السعر والتغير في السعر من ثانيا الاخرى وحط كمان الكوانتتي وممكن اعمل نفس الكلام في الدونات شارت وساعتها كده الداشبورد خلصان لو حبيت تشوف شكله يبقى كبير شوية ممكن تمنيميز كل الكلام ده وتكبر الدنيا وزي ما حراك شايف كده بقى عندي داشبورد للمبيعات بشكل ظريف قوي كله انتر اكتف واعتقد مفيد ويلخص كلام كتير جدا ممكن تقوله عن السيلز جوه داشبورد واحد فما بين الفيديو اللي فات والفيديو ده اعتقد عملنا مقدمة قوية جدا وطويلة للأسف او مش عارف بالأسف بس مقدمة طويلة عن الـ Power BI طبعا لسه الموضوع اكبر من كده بكتير ولكن على الاقل انت معلومات اللي ممكن تخدها من الفيديوهين دول هتخليك فعلا ممكن طبعا معلوماتك اللي انت بنيها في الـ Power Query وانت تعلمتها كمان في سلطات الـ Power Pivot تقدر تعمل حاجة مش بطالة بالـ Power BI تفيد بيها المكان حاجة بشتغل فيه اعتقد فيديو كان طويل جدا واتمنى يكون مفيد فلو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة واسب لي تعليق وعمل شير للفيديو عشان غيرك كمان يستفيد واحتاجنا لينك لإستثارة من أولها وبعض السلسل الأخرى ممكن تاخد فكرة عنها عشان تستفيد وتعمل برضو شير لزميلك لو قدرت وشكرا جدا لوقتك وأتمنى تكون مستفدت وشكرا في فيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته